ممكن بشيرو أنت بتكلم تحديداً على ده والاهتمام الكبير لأولاء السيد الرئيس لي فئة يعني الصم وضعاف السمع كمان كان فيه توجيه رئاسي بفكرة أن تترجم كل الافتتاحات والمشروعات القومية الكبرى للغة الإشارة عشان يبقى فيه دمج ويبقى فيه مشاركة لكل أبناء المتحدة شفت دي إزاي؟ وإن أنت بتتمنى أنه يكون موجود؟ يعني الحقيقة الموضوع بدأ بالضبط من لما السيد الرئيس كان في مؤتمر سواج وكان فيه مبادرة المبادرة دي كانت بتتكلم عن لغة الإشارة وحقيقة يعني وقتها سيط وأطلق جملة مهمة جداً والجملة دي بتقول أن ليه ما يكونش فيه مترجم ولابد كان يتوفر مترجم في الفعاليات اللي زي كده وأي حاجة تخص المجتمع ولغة الإشارة علشان الناس من حقها تفهم إيه اللي بيتم فمن بعدها ابتدينا نلاقي المؤتمرات موجود فيها حد مختص في لغة الإشارة ابتدينا نلاقي الحوار الوطني بيترجم بلغة الإشارة ابتدينا نلاقي صوت الشارع موجود في لغة الإشارة طبعاً لو أنا نفسي في إيه؟ فأنا نفسي طبعاً أن البرنامج يعني أنا حالياً أنا كل حاجة أنا المتكفل بيها نفسي أن البرنامج يدخل تحت مظار للجهة تدعمه علشان مش بشوي اللي محتاج الدعم المادي يقدمه بشوي محتاج إن البرنامج يكون مستمد في الشارع وليه وجود أنا مش محتاج أي فلوس خالص أنا محتاج إن البرنامج يكون ليه دعم واستمادة في الشارع عن مصر لأن البرنامج هو الهدف منه التوعية الدشرية لو بنتكلم فأنا نفسي إن طبعاً في خلال العشر سنين الجايين يكون فيه إتاحة للغة الإشارة في كل مكان أنا مش محتاج إن أستاذ أحمد مثلاً يكون عنده خلفية ملمة عن لغة الإشارة لكن على القلي بقادر يقول اسمه جمانة وبقادر تقول هي بتشتغل إيه عارفة تقول ده بالإشارة كل واحد فينا لو قدر يعبر عن ببالك الصبح جمانة صبحت على الوصرين بلغة الإشارة صباح الخير تقتل نفسنا واتغلط غليب صباح الخير الخير مش كده صباح الخير فطبعاً يعني كنا نكون متواجدين ولينا استمادة من خلال برنامج الناس تقدر تتقبلوا ويدخل كل المهن ده اللي أنا بطمح فيه حقيقي وحالياً منتظر أن أكتر من حد ممكن يدخل يدعم الموضوع بس ده بالنسبة للموضوع البرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر